حقيقي يا ريتني عرفت الأفكار الجميلة دي من زمان أفكار أول مرة هتشوفيها على صفحتي وهتسهل عليك كتير وهتعجبك جدا قلنا بقى عندنا الضبل فس ده على الحيطة وبيبقى متعب جدا في شيله بتيجي بقى تشيله بيشيل البيض معاكي ولا تشيله هم خالص هتجيبي بقى بخة واحدة من الباي الرسول هيطلع معاكي بكل سهولة شايفين بقى الجمال مفيش أسهل من كده جاربي بقى الطريقة ديت وهتعجبك جدا فتحتي بقى أي كس معاكي وخدتي منه عايزة بقى تقفلي وتحافظي عليها هتجيبي بقى الولاع أو على عين البتجاز هيتقفل معاكي بكل سهولة وكأنك ما فتحتوش أصلا الفكرة دي حلوة جدا خصوصا بقى للشاي والسكر جربي بقى الطريقة ديت وهتعجبك جدا هاتي السمنة وحطي في ورقتين لوري هيدي ريحة حلوة جدا وكمان هيحفظ عليها الفترة طويلة جدا برا التلاجة جربي بقى الطريقة ديت وهتعجبك جدا أول ما أطفالك يجوا من المدرسة لانش بوكس والأزيز بتبقى ريحتها كريهة جدا هاتي بقى لامونتين وخسليهم بقى بيها اوعي بقى تخسلي بالصابون الموعين السائل لأن طبعا بيبقى فيه مواد كيميائية وبيتفعل مع البلاستيكو ربنا يحفظنا جميعا طبعا هنا اللامون بقى هيخليهم ريحتهم حلوة جدا وفي نفس الوقت كده هيطهرهم معاكي من أي جرسيم أو بكتيريا جربي بقى الطريقة ديت وهتعجبك جدا الفكرة دي بقى جميلة جدا هتجيبي بقرة الخيط وهتجيبي المقص وهتبدأي بقى تعملي فتحتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده طب ايه هي فايدتهم يا أميرة هنجيب بقى الحرف بتاع الخيط وهنحطه بقى في الفتحة اللي احنا عملناها بالشكل اللي انت شايفها ده كده أفضل وأسهل لك بكتير بدل بقى ما بتدوري على حرف الخيط جربي بقى الفكرة ديت وهتعجبك جدا وأتمنى بقى لو أول مرة تشوفي صفحيك أنا اسمي أميرة عشور أتمنى بقى تنوريني وتدوصي لكم وطبع عشان يوصل الكل جديد بإذن لو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستخدم وقع منك لبا بالشكل اللي انت شايفها ده اوعي تجيبي فوتة المبخ وتمسحيه فوتة المبخ هتبقى راحتها كريهة جدا معاك الأفضل بتجيبي كده منزيل وتمسح هاتي بقى المقص وقص طرفين علبة تجيبنا معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده وافتحيها معاك من فوق واخدي منها زي ما تحبي وقفليها برضو معاك بالشكل ده بكده مستحيل تنشف أو تغير لونها أو طعمها لو عندك بقى الغطة بتاعها قفليها كمان بيها هاتي أي كترة سفنجة عندك وحط عليها نقطتين مية وربع معلقة صغيرة من الكربونات وحطيها بقى في الفريزر أو التلاجة هتسحب لك أي روايح كريهة لو ابنك أو بنتكم شغبتين بقى بالقلم الجاف أو الألوان على الشنطة أو على الكتاب أو على أديهم ولا تزعالي نفسك خالص ولا تشيلي هم هتجيب أي نوع إزبري عندك أو برفان أو كحول ورشي ومسحي هيطلع معاك بكل سهولة فكرة سهلة وبسيطة جربيها تعجيبك جدا ولا تصلوا إيه ولا تحمري في خمس دقيق بالضبط وانت وقفة هتحضري شايفين بقى ما شاء الله شكله طري جدا كده معايا وقلبه أبيض ورحته وطعمه طحفة جدا وسحي جدا تعايا نص كيلو من البتنجان وطبعا ممكن تزاوز الكمية أو تقليلي برحت خالص ونضفيه بقى من القمع بتاعه بالشكل اللي انتوا شايفينه دو وهتبداي بقى تفتحي معاك بالسكينة حبا بقى أعرب بتتبعيني من أنهي بلد وأتمنى تنوريني وتدوصي لكم ومتابع عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله ومعايا معلقتين كبار من هارست الشطة وهاصر عليه نص لامونة طب هارست الشطة دي عبارة عن إيه فلفل ألوان وتوم وفيها التواب الجازة عملت الفيديو دا معاكوا في فيديو تخزين التوم شوفيها الصفحة هتلاقيه وهتجيبي بقى أي سنية عندك وبدأي بقى إحشي البتنجان بتاعنا إلا زيزي يعني هتحطي كده نص معلقة صغيرة من هارست الشطة وبقى هارست الشطة هنضيف ربع كوباية من المياه وهنضيف كمان اللمون وقاللي بقى كويس جدا وحطيهم على البتنجان وارفعيها على نار متوسطة واسيبيها بقى خمس دقائق وبعد خمس دقائق الله بقى على رحة البتنجان حرفيا رحته الجنن انزلي بقى باللمون وانزلي بقى برشة من الزيت عشان يديك لمع حلوة ممكن تستغني طبعا عنها وقدميه بقى في طبق التقديم عايز أقولك بقى طريقة البتنجان دا مستحيل كده تقليه تاني ولا تسلقيه هتجربي الطريقة دا وبالشكل دا عملتي أحلى طبق بتنجان صحي جدا ومن غير زيت وما خدش مننا أكتر من خمس دقائق وشايفين بقى ما شاء الله قلبه كده أبيض معايا وطري جدا أتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد ولو أول مرة تشوفي صفحيتين اسم أميرا عشور أتمنى تنوريني وتدسل لكم وطبع عشان يوصل لكل بديد بإذن الله أربع مكونات فقط وهنعمل أحلص والشوكولات من غير أي مادة دهنية يعني ولا هتحط زيت ولا هتحط زبدة ولا هتحط شوكولاتة وهيطلع بقى معاك بالجمال اللي انتوا شايفينه دا شكل وكوام وطعم عايز أقول لكم بجد طحفة جدا ومش هتشتريها بقى تاني هتعمليها في البيت أنضف وأحسن من بره بكتير وطبعا تنفع جدا لحشوات الترد أو الجاتوهات أو الدوناتس كوباية إلا ربع من السكر البودر ولازم أن يبقى ناعم جدا وكوباية إلا ربع من اللبن البودر ونص كوباية من الككاو الخام ونص كوباية لبن هتجيبي بقى شفشة الخلاط وهتنزلي بقى بكل المكونات مقادير بسيطة وسهلة جدا واضربيهم بقى كويس جدا حب بقى أعرب بتتبعيني من أنهي بلد وأتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد هاتي بقى الإسباتيولة أو المعلقة وابدأي بقى نزلي الحروف كده بالشكل اللي انتو شايفينه ده عشان تتدرب معايا كويس جدا هنزل بمعلقة كبيرة من الزيت ودي اختياري بس عشان تدينا لمع حلوة مش أكتر هنزل بنص معلقة صغيرة من رحة البندق بتبقى عند أي عطار هتخلي بقى الشوكولاتة معايا كرحيتها وطعمها تحفظ والبديل هتضيفي باكت من الفانيلية واتدربيهم برضو كويس جدا وكده تمام هو ده بقى القوام اللي احنا عاوزينه هاتي بقى أي بولة ونزلي بقى بصوص الشوكولاتة بتاعنا اللذيذ الجميل ده شايفين بقى ما شاء الله من غير بقى ولا زيت ولا زدة عاوزة أقولك بجد ده أحلى جناش ممكن تعملي بي الطرط والجتهات والدوناتس أي حلوات كده عندك عايزة تعمليها اعمليها بقى بالجناش اللي انتو شايفينه اللذيذ الجميل ده شايفين بقى باسم اللي ما شاء الله قوامه وطعمه عايزة أقولك بجد تحفة جدا يعني ريحة البندق دي بتوديف حتة تانية خالص وبيغنيك تماما انك تشتري شوكولاتة من برا ان شاء الله هتجربي الطريقة دي يبنفسك وهتدعيلي عليها وأتمنى بقى لو وصلت معي لحد دينا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد وأتمنى بقى لو أول مرة تشوفي صفحتيني اسمي أمير عشور أتمنى بقى تنوريني وتدوصي اللايك ومتابع عشان يوصل الكل جديد بإذن الله هاتي بقى المقص وقصي طرفين علبة الجبنة معاكي بالشكل اللي انتو شايفينه ده وافتحيها معاكي من فوق واخذي منها زي ما تحبي وقفليها برضو معاكي بالشكل ده بكده مستحيل تنشف أو تغير لونها أو طعمها لو عندك بقى الغطة بتاعها قفليها كمان بيها بقعة حبرة على قمس جوزك أو أي حاجة عندك ولا تزعلي نفسك خالص هنطلعها معانا بكل سهولة وبدون أي مجهود ولا تعب هاتيجي بقى عند البقعة اللي فيها الحبر وهتنديها معاكي وهتجيبي بقى حوالي كده معلقة كبيرة من الكربوناتو هترشيها بقى على المنطقة اللي فيها الحبر بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتجيبي كمان معلقة كده صغيرة من البيكينج بودر وهضيف حوالي معلقة كده صغيرة من أي معجون أسنان عنك وبدأي بقى أخلطهم مع بعض كويس جدا حابة بقى أعرب بتتبعيني من أنهي بلد وأتمنى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد وهضيف آخر حاجة معايا معلقة كبيرة من الخل مقادير بسيطة وسهلة جدا ومتوفرة في كل بيت وهتسيبيها بقى لحد ما تنشف معاك تماما يبقى بالشكل ده شايفين بقى كده نشفت معايا خالص هتبدأي بقى تحطيها في مياه عادية خالص من الحنفية ودعاكي بقى بإيدك كويس جدا عايز أقولك الخلطة دي بجد رهيبة جدا شايفين بقى ما شاء الله ما بقاش فيه أي حبر نهائي ولا أصار حتى حبة من غير ما نحطه ولا رابسه ولا فانش ولا برسل جل ولا الكلام ده خالص بجد الخلطة دي حلوة جدا جربيها بجد وعلى ضمانتي وهتعجبك جدا وهتدعيلي عليها وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد ولو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسم أمير عشور أتمنى تنوريني وتدوسي لكم وطبع عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله لو عندك بقى كتش ريودي أو مثلا جزمة أو شب شب والنعل بقى تقطع معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده حلها بقى بسيط جدا بمكونين موجودين في كل بير هتجيبي بقى الفلين والفلين ده مصطعب تجيبيها هتلاقي كده في بقى الورد اللي على الصفر عندك أمي كده شوفيها هتلاقيها وهتجيبي كمان أنبوبة أمير هتجيبي بقى الأمير وطبعا مش هنفتحه من فوق هتقليبي على الناحية التانية وهتجيبي البنسة وهتفتحي معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده هي دي الطريقة الصح هتجيبي بقى كتعة من الفلين وهتحطيها على الحتة المقطوع وهتنزلي بالأمير على الفلين بالشكل اللي انتو شايفينه ده شايفين بقى بيعمل كده فوران وهتبدأي بقى تضغطي كده على الحتة المقطوع كويس جدا وهتدخلي إيدك كمان من جوة الكوتش نفسه وهجيب كمان برضو كتعة تانية كده وحطها على الحتة المقطوع وبرضا وحط عليها الأمير بصراحة أحلى لحام ممكن تعمليه الأمير والفلين اختراع بجد في أي لحام الحمي بيه تقربيها بقى بنفسك وهتدعيلي عليها في أي مثلا شفشق عندك أو مثلا طبق أو كوتشي أي حاجة كده عايزة تلحميها الحميها بقى بالأمير والفلين وهتدعيلي وأتمنى بقى لو سلت معي لحد دينا في الفيديو يعملي مشاركة عشان الكل يستفيد بالشكل ده بقى حلنا مشكلة القطع معنا بمنتهى السهولة بالأمير والفلين وأتمنى بقى لو سلت معي لحد دينا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد ولو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي أمير عشور أتمنى بقى تنوريني وتدوصي لكم وطبع عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله وإن شاء الله الصفحة تعجبك جدا